نعم هو التدريب بعد التعلم أمر مهم وأمر يعني يجعلك متميز من خلال عملك ومن خلال تعاملك أيضا مع المجتمع لأن التدريب أنت تتلمذ على أيدي خبراء التدريب هما يعتبر الناس اللي يقومون بالتدريب هما يعتبرون خبراء في مجتمعهم نعم فيكون لهم أثر إيجابي على الطلاب وعلى الموظفين وعلى أيضا حتى المجتمع التجارة مجتمع التجارة إذا لم يتعلم الشخص كيف يصرف هذا المنتج الذي بين يديه فلابد له من دورات تدريبية في مجال الأمل الذي يقوم به نعم بالتأكيد أيضا أستاذ أبسعد يعني من المعروف أنه التدريب هو يشمل ولكن يشمل التدريب بصفة عامة ولكن التدريب له أنواع أيضا أستاذ سعد ما في شك يعني الآن إحنا الحياة اللي نعيش فيها الآن كلها تميل أو تهتم بالتقنية نعم فالآن استخدام الأجهزة التقنية التي يستخدمها الناس بدءا من الجوال اللي في جيبك إلى أي وسيلة أخرى تتواصل بها مع المجتمع سواء كان جهازك الشخصي سواء كان عبر التراسل مع أشخاص أو مع شركات أو مع جهات معينة فلابد أن تتدرب ليكون هذا العمل الذي تتدرب عليه عملا متكنا ومهم جدا ترجمة نانسي قنقر